نستقبل ضيفنا مدير العناية الطبية بوزارة الصحة دكتور جوزيف الحلو أهلا وسهلا فيك طبع الخير اللي قال يقوله ضيفي كريم صديق العزيز برأيك دكتور جوزيف؟ لا تنهيكون منيح الحمد لله اليوم يعني برأيك مش لازم تنعلن وهالشي طرحته قبل مع وزير الصحة خطة طوارئ صحية لأن الوضع مش مسموح يستمر هيك دكتور ومنعرف بالمكتب عندك شو عم بيصير نهنا نهنا كوزارة صحة بس لا أكد أنه الموظفين عم بيجوا على الوزارة باللحم الحي فيه موظفين عنا نحنا تزديقا لكلام سيد هارون نقيب أنه الوزارات الدولة ما عم بيجوا نحنا وزارة الصحة ولا مرة سكرنا من سنتين ونص موقت مبلش الكورونا لهلا بس الوضع تعيث جدا يعني لسوق الحظة أول مرة منحسها الأد الوضع سيء أنا ببداية حديث إذا بتريدي بس خليني مرة بدي وجه تحية للكطاع الطبي والتمريدي والمستشفيات وكل العاملين بهالكطاع الصحي اللي بعضهم عم بيقاتلوا باللحم الحي بالوقت الحاضر والصليب الأحمر اللي على الليلة نهارة عم نشتغل هلأ خفت كورونا بس الوضع الصحي سيء لأنه الأطباء هاجروا الجهاز التمريدي هاجر الوضع المالي سيء جدا لا لموظف بالمستشفى ولا لموظف بالكطاع العام بس بالنسبة لأن خط الطوارئ نحنا صارنا سنتين ونص عايشين بخط الطوارئ دايمي كل يوم بس المشكلة الأساسية ستنا وكل العالم تعرفها المشكلة في لبنان هي مشكلة مادية إن كان بالمستشفيات ولا بالوزارات ولا بالسنديق الضامي كلها المشكلة مادية هايدي ما في وزيرة حلة لحاله هايدي بدأت تنحل بحكومة مجتمعة بدولة إما وأبوها هي تبرمج ترقلج المدفوعات للوزارات للمستشفيات فيها جدولهم مع المستشفيات بيتفهموا المستشفيات أكيد ما رح يقبلوا بكل شي دفعة وحدة بيرقل جوها بس على شرط يكون في جدول زمني معين نحنا عايشين بخط الطوارئ دايمة 24 على 24 متل ما تفضلتي حضرتك اللي بيجي بيشوف بوزار الصحة العالم من الساعة ستة ونصف صبح منبلش نستقبل عالم لا لتعتم الدنيا عم نستقبل عالم ايه بس خبرنا عم تستقبلوا عالم عم بتأملولوا الإدوية مستعصية هل ما زالت بعيدة عن تناول الكتار من المرضى هلأ بالنسبة للإدوية عم تخدينها غير موضوع بالنسبة للطبابة خليني هلأ برجع لك على الإدوية بالنسبة للطبابة بالمستشفيات عم نجرب نحنا والمستشفيات نتعاون أذر الإمكان المكسيموم إن كان عندي ولا بمكتب معي للوزير المستشارينه كل العالم عم نتدخل فيه إشي كتير بطلت مدعومة الانهيار السريع شو يعني عم تتدخل وبشي معنا خبرنا شو يعني كيفية التدخل بأي حالات كيف بأي حالات المريض بكون بالفرقات المستشفيات بالعرب اللي بشبرة فرقات المستشفيات والنقيبة بيعرف من تلفين من نزل شوية من الفرقات من تلفين على الشركة من شيل من أرباحة شوية من هون شوية من هون شوية هاي مع البنك الدولي مشكورين ساعدونا الوزارة بتدفع واحد والبنك الدولي بيدفع 2.5 وكمان هلأ نظر الله الوضع المالي السيء بناء الله طلب كمان المستشفيات ونقيب المستشفيات والمستشفيات كلهم انه جلسة جلسة لكلها الخمسمائة ألف بطلت ماشي هلأ انزادت يمكن لازم تنزاد أكتر بس بالوقت الحالي هالقد المقدور يعني صارت تقريبا تسعين بالمية من المستشفيات عم يشتغلوا من أول الشهر تجاوز للسقوف المالية كلها صار الغسيل للكلد يليس صار عم بياخد كل السقف المالي الشهري للمستشفى هلأ زدنا شوية للمستشفى والطبيب المعالج بغسل الكلة ان شاء الله تخلص الموازنة عخير وسلامة بيعطوا السنديق الضامنة كلها الميزانيات المطلوبة ساعتها على القليل نقدر نساعد نحنا المواطن شوية بالفرق ونساعد لدعم المستشفى من ميلة تانية بس بدنا نحكي معك مواضيع مهمة يا دكتور جوزاف معلاش بدي احكي عن بطاريات القلب مش عم تتسلم بطاريات القلب للمستشفيات شو صحة هالأمر وفي صرخة طالع بها الاطار في لبنان ثلاث شرك بيجيبوا ثلاثة اربع شرك بيجيبوا البطاريات في قسم منها وثلاثة انواع من البطاريات في البطاريات الغالية نحنا كنا مسعرين الغطية خمسة واربعين مليون يعني ثلاثين الف دولار عالالف وخمسة كانت بس اذا هلأ حقها ثلاثين الف دولار بعده حقها هو زيته ثلاثين الف دولار بس ثلاثين الف دولار كارثة بالوقت الحالي هلأ في منهم ما رأنا بفترة من الفترات كان في شو اسمه ما في كان بطاريات بالسوق كان مصر في لبنان عم يمضي للشركات لتقدر تجيب نحل حلت شوية صغيرة مش كتير شوية صغيرة في بعض الفواطير مضت في بعض الفواطير كتير مضت عنا هالمشكلة المادية بنرجع للاموال المشكلة المادية نحن منا معالي الوزير مثل ما اطرقت هلأ حضرتك مع النقيب لموضوع المورفين بس لأقلك شغلي ايه المورفين ما عرف ما في مورفين ولا ما في مورفين وانا كنت حاضر المورفين مصرف لبنان ما مضاله للوكيل اللي يجيب مورفين اخده على عطقه معالي الوزير ومضاله وراءه لصاحب الشركة قاله جيب عمسؤوليتي وقبل ما ياخد من مصرف لبنان بس حتى ما ينقع ايه بس هلأ في مورفين يفينا نقول في مورفين ولا ما في مورفين نعم مع انو النقيب قالنا انو مش متوفر نعم شوية على يمكن ما انو متوفر بالكميات اللي كان متوفر فيها قبل بالادوية ادوية السرطان جاوبنا عنها ادوية السرطان جاوب معاني الوزير جمعة الماضي بالمؤتمر حكي عن الادوية في ادوية موجودة في ادوية عم توصل بكميات قليلة كمان بالنسبة للامراض بالنسبة للاموال ما عم بيصير فيه موافقة من مصر في لبنان والشرك اللي برات لبنان بطلت تبعت على لبنان قبل ما تاخد مستحقاتها مشين هيك لانو جمعة الماضي اذا بتحسي واللي قبلها معاني الوزير دكتور ابيض مع وزير الصناعة راحوا صوب المعامل اللبنانية الاثناش ليندعموا بالمواد الاولية ايه هاي دي بده وقت بس من هلأ لوقت اوال مواصلين بس هلأ هلأ واصلين جاينا من جمعتين نحن ادوية من 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 الاخوان ميت تونس ادوية امراض مستعصية عبي جينا ادوية للسلطان بس طلب طلب اكتر من اللي عبي جي طلب اكتر من اللي عبي جي نعم وبدل يذكر كمان شغلة عملهم معروف بدنا ننهيفي في كتير في كتير في كتير مرضى من الضمان من التعاونية من كل من الاسيرونسات عبي جيوا بدهم ياخدوا ادوية من وزارة صحة. ايه شو بيعملون? ما فينا نحن السنديق الضامن اللي عندهم هن بديوا امنوهم. ما بيعملوا امنوهم امعوا المصاري بيقولوا مصرياتهم مع الدولة. شو بيعمل المريض? انتم وزارة الصحة انتم معنيين بالمرضى. نحن معنيين بكل المرضى نحن المظلة الصحية للكل. بس نحن ما فينا نجيب. بس طلبنا من سنتين وثلاثة نواحد السنديق هاي الخطوة ساعتها وزارة صحة فيها تجيب للكل. توحيد السنديق توحيد التعرفة. كل شي بيفيد الناس ما نعمل. عكل حال بدي اشكر. ما نعمل ما نعمل ما صار في موافع من بعض الجهات. صحيح صحيح. بعد السنديق. نعم. وخصوصا صندوق ضمان الاجتماعي خصوصا خلينا نقول. صندوق ضمان الاجتماعي هلأ وضعوا متل ما تفضل نقيب له مساري عالدولة صاروا بيسوا ومشي. خذي خذي ميزانية وزارة صحة. من كل سنين انا كل عمرة ميزانية وزارة صحة أربعمية وخمسة وسبعين مليار. كانوا 330 مليون دولار. اي هلأ شو خمسة وعnalだ. مليون. خمسة وعشر مليار. هلأ ميزانية وزارة صحة أربعمية وخمسة وسبعين مليار. بعده صارت مليون دولار. يعني عندي فرق تلتمية وعشر مليون. شكرا لك نضيفنا اليوم مدير عناية بي نهاري سعيد الله أعويكم شكرا لك دبتار جرزيف الحلو